ضيف هذه الحلقة هو القاس ناصر الوليدي الذي استطاع أن يلفت الأنظار إليه من خلال ما ينشره من قصص قصيرة في الصحف العدنية علاقة الوليدي بفن القصص علاقة وطيدة القذور فهو قارئ ومتابع للتراث الإنساني وللأدب العربي في كتابة القصة مر القاس ناصر الوليدي بمراحل علمية وعملية كثيرة حتى أصدر مجموعته القصصية الأولى تحت عنوان كريستيانا الفاتنة ويستعد حاليا لطباعة مجموعة جديدة من الأعمال ناصر محمد سالم علي الوليدي كاتب وقص يمني من مواليد عام 1972 1972 في قرية منصب إحدى قرى منطقة أورما أتابع لمديرية موديا بمحافظة أبيان تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة أورما حتى تم سنواتها الثمان بتفوق لينتقل بعدها لمواصلة دراسته الثانوية في ثانوية جواز في مدينة موديا عاصمة المديرية حصل على البكلاريوس من كلية التربية جامعة صنعاء تملك الكاتب حب القراءة وهام قلبه بالكتب منذ بواكير حياته فغلب حبه للمعرفة عوامل الجمود التي تسيطر على بيئته البدوية كانت صنعاء نقضة تحول كبير في حياة كاتب هذه المجموعة عاد من صنعاء عام 1996 حامل شهادة البكلاريوس في الدراسات الإسلامية ولا يزال منشغلا بالعلم والأدب دراسة ونقدا وتأليفا فألف العديد من الأعمال منها ما هو مطموع كمجموعة كريستيانا الفاتنة ومنه ما هو جاهز للطبع وهي شواق مكة بين الأنهار الخمسة وليالي القاهرة دراسة وتعليق لفصل الفضل من كتاب القبائل العربية المحيطة بعدا